موسيقى تداولت المصادر العسكرية مؤخراً أن القوات المسلحة الصربية نفذت اختبار اطلاق صاروخي من الاثدار المتقدم من النظام الصاروخي المعياري أوغانج وقد تم اطلاق الصواريخ من عيار 122 مم ووصل المدى إلى 20 كم ويقول الجيش الصربي أنه يعمل على زيادة المدى إلى 40 كم في المستقبل القريب وقد جوز الإصدار الحديث على مركبة مدرع من طراز LR-SVM-MA-TEAM وتعد الـ M77 أوغانج قاذفة صواريخ متعددة ذاتية الحركة تم تطويرها في غسلافيا السابقة ويطلق عليها حلف الناتو اسمه YMRL-32 تم البدء بتطوير الـ M77 أوغانج في أواخر الستينيات من القرن الماضي فيما كشف النقاب عن النموذج الأول من راجمة الصواريخ هذه لأول مرة عام 1975 وتم شروع في إنتاج الراجمات في الثمانينيات من القرن الماضي وشهد نظام المدفع الـ M77 استخداما خلال حرب البلقان وهي الحرب اليوغوسلافية والتي امتدت بين عام 1991 وحتى عام 2001 ويشغل الجيش الصربي حاليا حوالي 70 وحدة من هذه الأنظمة ويعتقد الخبر أن هناك عددا صغيرا في الخدمة مع دول يوغوسلافيا السابقة الأخرى وقد صنعت هذه الصواريخ بعيارات مختلفة منها عيار 122 مليمترا كعيار الراجمة الصالوخية الروسية الجراد وعيار أظهر وهو 107 مليمترات والعيار الأكبر 128 مليمترا فنظام الـ M77 أوغانج زود ب32 أنبوبة إطلاق لصواريخ من عيار 128 مليمترا وهي بروس حربية مع ذخائر فرعية مضادة للدروع أو مضادة للأفراد ويصل أقصى مدى لإطلاق النار إلى 20 كم و600 متر كما تغطي رشقة صاروخية كاملة من هذا النظام مساحة تتراوح بين ثلثة الهكتار إلى هكتار كامل اعتمادا على نوع الرأس الحربي ويمكن لنظام الـ M77 أيضا إطلاق صواريخ إجراد M وصواريخ إجراد 2000 والتي تم تطويرها حديثا في صربها وتتمتع بمدى محسن وبقوة نارية أكبر وتثبت قاذفة الصواريخ الـ M77 أوغانج على مركبة سداسية الدفع من طراز فاب 2026 وجهزت المركبة بتسليح ثانوي يتمثل في رشاش ثقيل بـ 12.7 مم كما جهزت المركبة أيضا بالنظام المركزي لنفخ الإطارات Central Tire Inflation System وتتميز المركبة بتحميلها بمجموعة صواريخ إضافية لاستخدامها في عملية عادة التلقيم ويمخزنة خلف الكابين في جهاز التلقيم الآلي وهذا مشان يسرع عملية عادة تحميل قاذفة الصواريخ في غضون ثلاثة دقائق تمهدا لإطلاق رشقة ثانية من الصواريخ كما يمكن عادة تلقيم النظام يدويا ويتكون الطاقم التشغيلي للـ M77 من خمسة جنود ومما يميز نظام الـ M77 هو الغطاء القابل للتحريك الـ Movable Canvas والذي يعمل هيدروليكيا حيث يسمح هذا الغطاء بإخفاء المركبة بسهولة فيصبح من الصعب جدا على القوات المعادية التعرفة على المركبة فتبدو كأنها شاحنة عادية منما تكون المركبة قد اتخذت بالفعل وضع القتالي ويجاهزة لإطلاق النار وهكذا يمكن استخدام المركبة كوسيلة فعالة للخداء العسكري وبناء على طلب الجيش الصربي قام المعاد التقني العسكري في بيلغراد بالشروع ببرنامج تحديث للنظام الـ M77 Augange حيث تم استبدال أنابيب الإطلاق الثابتة بنظام حاويات مشابه لنظام الـ LR SVM Morava وتسمح الحاويات لنظام غانج باستخدام صواريخ مختلفة بما في ذلك IR-107 مم ومن صواريخ البالمن IR-128 مم والقراد IR-122 مم كما يضمن النظام الصاروخي الجديد نظام ملاحة حديث ونظام للتحكم في إطلاق النار ويتي الـ 77 Augange المحدد في إصدارين إصدار بشاصة معياري مزود بقماشة وغطاء كانفس وإصدار آخر جهز على مركبة مدولبة مدرعة يستخدم خلال الاشتباكات القريبة المواصفات العامة للـ M77 Augange بلد المنشأ يوغسلافيا وهي قاذفة صواريخ متعددة ذاتية الحركة الشركة المصممة المعاد الفني العسكري في بلغراد صربيا تاريخ التصميم 1968 وحتى عام 1975 الشركات المصنعة هي شركة براتستوف نوفي ترانفك في البوسنة والهرسك وكروسيك فارجيفو في صربيا وكذلك أوتوك بار كروسوفيك في صربيا تاريخ الانتاج 1975 وتاريخ الخدمة 1977 وحتى اليوم الحروب الذي شاهدها هذا النظام الحرب اليوغسلافية الأهلية الوزن 22 طن و400 كيلورام الطول 8.40 سنتيمترا وعرض المركبة 2.49 سنتيمترا والرتفاع 3.10 سنتيمترا عدد أفراد الطاقم 5 أيار الذخير المستخدم 128 مليمترا وعدد نعبي باطلاق النار 32 أمبوبة وزن الصاروخ الواحد 65 كيلوراما وزن الرأس الحربي 20 كيلوراما المدى الأقصى 20 كيلوراما المدة المستغرقة في إطلاق رشقة صاروخية كاملة حوالي 20 ثانية الوقت المستغرق في عادة التلقيم حوالي 5 دقائق التسليح الثانوي رشاش ثقيل إما منطراز NSV-RC أو منطراز M2-Browning أمريكي الصن المحرك المستخدم محرك ديزل منطراز فاموس بقوة 256 حصانا السرعة القصوى على الطرق المعبدة 80 كيلومترا في الساعة والمدى 600 كيلومتر